الدعاء ده لو قرأتيه جبل ما تنامي في أواخر شهر شعبان هيفرجوا الله كل همومك والخير والرزق والمل هيدخل بيتك من أوسع الأبواب وهتتفتح كل الأكفال في وشك تعالوا مع بعض نشوف هو إيه الدعاء ده أو هي إيه الكلمات دي اللي لازم تقرأيها جبل ما تنامي أواخر شهر شعبان بجد والله العظيم هتحس بالفرق وهتحس بجد أنها غيرت حياتك جدا وحياة ولادك وزوجك وكل الناس اللي حواليك هتحميك من كل الحسد والسحر اللي موجود في حياتك ولا يمكن حد هيقدر يأذيك بعدها ياريت ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو واشتراك للقناة السلام عليكم معاكم قناة روحة نياسة البيت اتنين بقراءة الكلمات دي أو الدعاء دي جبل ما تنام أواخر شهر شعبان هيفرج الله همك ومهما كانت الديون أو مشاكل الرزق عندك هينزل عليك الرزق سبحان الله من كل الأبواب من كل الأبواب اللي كانت مجفلة حواليك أو الأبواب اللي كنت يائست من أن انت يعني تقدر تاخد منها أي مال أو الأبواب اللي كانت مفتوحة وتجفلت أو كل الأبواب دي هتنفتح جدامك حتى لو مش أبواب متعلقة بالمال أبواب كانت سبجت وتجفلت في وشك قبل كده هتتفتح بإذن الله بقراءة هذا الدعاء قبل ما تنام أو قبل ما تنامي أواخر شهر شعبان ممكن تكرر الطريقة دي مرة واثنين وثلاثة وممكن من أول مرة سبحان الله هتكون نتيجتها ولكن في بعض الأشخاص أو في بعض الأمور ممكن تتكرر علشان خاطر تجيب نتيجة أقوى فالدعاء ده أصلا مريح وانت هترتاح له جدا فممكن تكرر ريوم واثنين وثلاثة وراء بعض وممكن أكتر علشان يعني ترتاح من كل الأمور أو كل الجفول أو الأكفال الموجودة في حياتك سواء بسبب سحر أو حسد تعالوا مع بعض نشوف هو إيه الدعاء ده وهي إيه الكلمات دي ولكن في الأول أنا حاب أقول لكم إنه مشاكل الرزق أو مشاكل الحسد اللي موجودة في البيت أو أي مشاكل وأكفال موجودة في حياتك أو عكس أو عكسات لازم بتكون نظرة قوية أو عين أو بعض أو نوع من أنواع الأصحار اللي بتكون خفيفة اللي صاحبها أصلا عملها علشان يأذيك يعني أزبين أو إنه هو يشوف الأزية دي فيك بطريقة بأي طريقة المهم إنه هو تكون سريعة لأنه برضو في نوع من أنواع السحر بتكون مفعولها سريع ووقتي زي العين والنظرة كده لمجرد ما صاحب العين ده بيبصلك في حياتك أو بيشوف خير أو رزق أنت فيه فبالتالي على طول بتلاجح حياتك تبهدلت في لحظة كمان في نوع من أنواع الأصحار بيعمل كده وبيوريك كمان نفس الأعراض بتاعة الحسد علشان خطر أنت ما تدورش ولا تعمل كشف ولا تعالج نفسك ولا أي شيء وتفتكر إن ده حسد قوي أو أي شيء غير السحر خلاص كده طيب أي أن كانت المشاكل اللي عندك دي بقراءة الدعاء ده والكلمات دي هتفرج همومك وهتفرج كل الأمور اللي حواليك وهتلقى نفسك في انفراجة من كل الأبواب في انفراجة من كل شيء تمام كده طيب أول شيء هنعملوه أو أول حاجة هتعملوها هجيبوا المصحف على صورة الكوسر وتقرؤوها ثلاث مرات قبل النوم صورة الكوسر ثلاث مرات قبل النوم متواصلة صورة الكوسر ثلاث مرات قبل النوم متواصلة بدون أي فواصل وطبعا صورة الكوسر من الصورة القصيرة جدا والمحفوظة لنا احنا حفظينها كلنا حفظينها وعارفين كمان معانيها ومعاني كل حرف فيها خلاص كده وبعد قراءته هتردد الدعاء ده اللي لازم تكتبيه علشان هقولك كمان انت مش بس هتردديه لا ده انت كمان هتكتبيه على ورقة وبعد كده هقولك هتعمل ايه في الورقة دي فاخدوا بالكم من الدعاء اللي احنا هنقوله ده بإذنك بعد ما قرأت صورة الكوسر ثلاث مرات هتردد الدعاء ده اللهم اخرج من اجسامنا كل مرض وكل سم وكل عين وكل حزن وكل هم وكل غم وكل ديق وابدله بالصحة والسعادة يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الدعاء تاني اللهم اخرج من اجسامنا كل مرض وكل سم وكل عين وكل حزن وكل هم وكل غم وكل ديق وابدله بالصحة والسعادة يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد ما رددت الدعاء ده كامل بنفس الطريقة كده هتبدأ تجيب ورقة وهتكتب الدعاء ده فيه وتبدأ ان انت تطويها كويس خالص خالص على اساس ان انت تتأكد ان انت طويت الدعاء ده او كتبت الدعاء ده في الورقة وهتطبقها بالشكل ده خلاص كده بعد ما كتبت الدعاء كويس خالص هتبدأ ان انت او نطقته بلسانك وقلبك وحسيت وانت اصلا بعد قراءة صورة الكوسر وبعد قراءة الدعاء ده هتحس نفسك مرتاح جدا فبعد كمان ما تكتبه لو ما بتعرفش تكتبي او ما بتعرفش تكتب ممكن اي حد يكتبه لك المهم الدعاء ده لازم تقوله كامل بعد قراءة صورة الكوسر وكمان ان انت تكتبه هتاخد الورقة دي وبعد كده هتحطها في ما بين ملابسك او الملابس اللي انت كنت لسه جاي بيها من برا الملابس اللي انت كنت لسه لبسها الملابس اللي انت ما غسلتهاش ويستحسن كمان الملابس بتاعتك علشان لو انت عندك اي نوع من انواع السحر او الحسد الملابس بتاعتك اللي انت بتيجي بيها من برا ما تغسلهاش على طول يعني انت مثلا جلعت جاكت معين او بنطلوم معين او جلعت طرحة معينة او اي شيء معين لك تمام هتخليه لمدة 3 ايام وخاص مش ناوية تلبسين انت لان ناوية تلبس حاجة تانية بس بدل ما تحطيه في الغسالة وتخسليه سبيه 3 ايام وحط فيه الدعاء ده وحط فيه الدعاء ده 3 ايام وراء بعض متوصلين لبسي تكون انت جاية به من برا ما يعني وليه اي جيب او ليه اي حاجة او ممكن شنطة كمان بس مش هتلبسيها خلال 3 ايام او مش هتطلع بها تاني تحط فيها الدعاء ده وبعد كمان تكراره قراءة صورة الكوسر 3 مرة تقدروا تعملوا القراءة دي او الدعاء ده وراء بعض كده هو 3 ايام وراء بعض 3 ايام وراء بعض وممكن تعملوها مرة واحدة بس انا بحب اكدلك المعلومة الدعاء ده بيخرج جميع انواع السحر والحسد الموجودة في الهدوم او في جسمك او في جسمك عموما ولان الهدوم اللي انت لبساها او اللي انت لبسها وجايبها من برا دي فيها كمية مثلا من ريحتك او يعني ريحة جسمك او فيها فيها انت تمام فانت لبسها على الاساس ان انت مثلا لما يعني طلعتي وجيتي واخدتي هدوم معينة كنت لبسا ومغسلتهاش وركنتها بعد فترة طويلة حتى لو حبيت تفتحها تلقي نفس الريحة بتاعتك فيها موجودة او بتاعة الشخص ده موجودة تمام اذا الشخص ده بريحته بكل شيء موجود في الهدوم دي فالهدوم دي لو حطيته فيها حتى تقدر تعمليها لابن من ولادك او اي حد انت عارفة انه عندي مشاكل بخصوص السحر او الحسد وانت مش عارفة تعالجيه تمام او عين قوية دخلة عنده او دخلة فيه او ليك انت او لزوجك او لاخوك او لأي حد بعيد بس ليه عندك هدوم ما تغسلتش او هدوم لبسها مرة واحدة مرة واحدة المهم دخلت جسمه وطلعها تاني حتى لو كان بيجيس الهدوم دي ما طلعش بيها خلاص فاتخدي الدعاء ده اتحطيه بعد ما اتردديه كامل هتحطيه داخل الملابس بتاعته وتسيبيها لمدة 3 يام بعد كده بجا حابة تفكر تغسلي الهدوم دي او ان انت تطلع بيها تاني وفيش مشاكل يعني مش هتتأيدي بان الهدوم دي ما تتغسلش او ما تتلبسش لا عادي فيش مشاكل خالص بس المهم ان انت وانت بتحطي الدعاء ده تكوني قرأتي او رددتي وقاب له صورة الكوسر 3 مرات بنية خالصة او بنية الشيء اللي عند الشخص ده او الشيء اللي عندك انت تمام كده هتنفرج الهموم المادية هتنفرج يعني بص فيه انفراجة هتكون من كل شيء في امور حياتك انفراجة مادية وانفراجة مثلا في شيء معين انفراجة في الشغل انفراجة في سفر انفراجة بينك وبين الاسرة والعيلة والناس اللي محسين حواليك فيه مشاكل فيه كل الحاجات دي خلاص كده فيه انفراجة واضحة جدا هتكون من اول مرة ولكن خدوا بالكم عدد الايام اللي هتسيب الدعاء ده في الملابس بتاعتك اللي سبق لبستيها هتكون 3 ايام قراءة صورة الكوسر هتكون 3 مرات قراءة الدعاء ده جبل ما تحطيه في الملابس بتاعتك هتكون مرة واحدة خلاص كده يعني طريقة سهلة وبسيطة وكلامي على ما اظن يعني ان هو واضح مفوش اي مشاكل قراءة صورة الكوسر كمان من الصور اللي جبل ما تنامي لازم تقرأيها حتى لو هتقدر تقرأيها فوق 30 او 40 مرة تقدر تقرأيها اقرأيها بتخلصك من الاسحار الموجودة في الاطراف او الموجودة في الشعر او الحسد الموجود في الشعر او في شعرك يعني او اللي موجود في عينك او اللي متركز على اكتافك على عظمك على كل الاطراف يعني بصوا الحسد او السحر الموجود في الاطراف او في الاماكن اللي اللي بتضر للشخص فعلا او اللي بتشلى حركته او اللي بتأيت حركتك عنيك مثلا فيها زغللة الليها فترة طويلة بتتعالجي ومش عارفها ايه اللي حاصل شعرك بيوجع بكمية كبيرة قراءة صورة الكوسر على نية التخلص من المواضع دي او من الامور دي حسد معين او سحر معين ده بيخلصك جدا وحاولي تقرأيها ما فوق التلات مرات ما فوق التلات مرات لحد ان شاء الله خمسين مرة المهم من ان انت تقرأيها قبل ما تناموا صورة قصيرة جدا وسهلة وبسيطة كلنا يعني حفظين صورة الكوسر وعارفين كمان ما عانيها تمام ومن الحاجات كمان الدعاء ده اللي تقدري تعمليه كاحجبة في الملابس اللي هو مثلا مش هتلبسيها احنا مثلا في الصيف تمام او دخل الصيف في الملابس الشتوية حط فيه جيوب الملابس بتاعتك بتاعت زوجك بتاعت ولادك الدعاء ده اكتبيه على كذا ورقة وحطيه بجد بيفرج الهموم او الهموم الموجودة في بيتك كده ومتعمقة في بيتك هموم عدم يعني عكس او مشاكل حسد وسحر وكل الكلام ده حتى لو حد حبي يأذيكي مش هيقدر يأذيكي طالما بيتك فيه القرآن او فيه ان انت بتقرأ صورة الكوسر على طول قبل ما تنامي او فيه دعاء زي ده في الملابس بتاعتك يا رب بتكون الطريقة سهلة وبسيطة عليكم ويأكون ما طولتش عليكم في الكلام واي استفسار او اي تعليق سبوهن اسفل فيديو وانا هرد عليكم بإذن الله سيبكم فرعاة الله وحفظوا والسلام عليكم